بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن الموضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة إنا نبشرك بغلام اسمه يحياً لم نجعل له من قبل سمياً قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بخرة وعشياً يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقياً وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً قالت أنا يكون لي غلاماً ولم يمسسني بشر ولم أكو بغياً قال كذلك قال ربك هو علي هيل ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً فأجاء أهل مقاض إلى جذع النظلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسياً منسياً فنادى من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً وهزي إليك بجذع النظلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي وقلي عيناً فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً فآتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً